سلام عليكم معكم مريم من قناة لمساز مريم مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد اللي سيكون من الفيديوهات الاستثنائية في القناة تعرفوا مؤخرا كيعيش العالم واحد الظاهرات وباء صعيبة على البشرية كلها اللي هي فيروس كورونا أو الكوفيد 19 واللي سجلت عدد الوفيات كبيرة حول العالم وغير البارح المغريب أعلن على حالة طوارئ على صعيد المملكة المهم الخبر راح في رأسكم باش نعرفوا الأعراض الخاصة بهذا المرض أو لا إلا كانت عندك غير عارض من هاد الأعراض لازم تلتاجأ الأقرب المراكز والمشتشفيات الخاصة باش يتم الكشف عن وجود هاد الفيروس واش كين أولا لك وباش ما نكونوش السبب في العدوى للناس المحيطين بنا حبابنا وصحابنا والعائلة دياننا كامنا الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين المهم أهم هاد الأعراض هو جفاف الحلق الحلق كيكون ناشف صعيب تبلح ترق ديالك هاد الأعراض قليل فاش كيكون في الإنفلوانزة العادية والمؤشر ثاني هو سفاع درجة حرارة الجسم يعني كتجي واحدة سخانة ماشي طبيعية يلعب رسيها ولقيتها 20-39 خاصة تشكي أنها ماشي إنفلوانزة عادية زائد كتكون مع هاد السخانة واحد صداع أو للألام في الراس راس كي يبغي نفاجر من الألام وهذا راه أقوى مؤشر بأنه خاصنا نشكو باللي هاد المرض ديالكورونا والعرض الثالث هو الكحة وهذا الكحة ماشي فحل الكحة العادية اللي كنعرفوه هاد كتكون ناشف وما فيهاش بلغم الله يعافينا ويعافيكم وباش نتعرفو عليها أكتر هو أن هاد الكحة كتدير ضيق في التنفس يعني من اللي كي يبغي الإنسان يكوح ما كيقدرش يكوح غير بززو بزز وكيدروا صدروا من الألام ديال الكحة كانوا هاده هما أهم أعراض هاد المرض اللعين أنا سميتهم مرض اللعين صراحة حصة بالعالم كامل بالخوف الشديد إلا كان فيك أي عرض من هاد الأعراض لازم تلتاجئ الأقرب المراكز المختصة باش يقوموا لك بجميع التحاليل اللازمة راكين واحد الفئة من الناس اللي عندهم فوبيا من الأمراض كيكون عنده غير مثلا إنفلوانزة عادية وما كيكونش عارف الأعراض الخطيرة ديال هاد المرض كيمشي يجري خايف للمستشفى بالضبط للمكان المختص بكورونا فيروس وهكا كيقدر يجيبها معاه وكيستاهم بشكل كبير في انتشار المرض وكتبقى أفضل وسيلة الوقاية من هاد المرض وهي النظافة لما وصابوا نغسلوا يدينا وجهنا يكننا على بره وحتى الحداء ديالنا نحاولوا مندخلوش معنا المنزل اولا نديروش قماشا مبللة بجافيل ونمسح الحداء ديالنا قبل ما ندخلوه لديورنا هكا غادي نكونوا بعادنا حتى ال 90% من الخطر ديال هاد المرض وفي الأخير كانت مننا تبرتاجيو هاد الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعمل الفائدة ودير جامل الفيديو باش يوصل أكبر عدد من الناس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته